موسيقى الرئيس السيسي واجهه بمواصلة انهاء ممارسات الاستلاء على اراضي الدولة ويشدد على ضرورة منع المزيد من التعديات تنفيق مصري فلسطيني بشأن اعادة احياء عمليات السلام وتجديد الرئاسية على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنظمة التعاون الاسلامي تبحث في اجتماع استثنائي تكرار حوادف حرق المصحف الشريف في كل منا سويد ودنمارك السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينج نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح حسيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين اوضاع المواطنين وانهاء ممارسات الاستلاء على اراضي الدولة بمختلف محافظة الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد اراضي الدولة بمختلف المحافظات حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من اجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة اوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان الاجتماع تناول حالات التصالح حيث تم استرد نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الاراضي الزراعية اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر سابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث اعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد امس بمدينة العالمين الجديدة وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهذا في الوصول الى انهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هذا وقد اوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى ازاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خاصة ما تعلق باعادة احياء عملية السلام حيث تم التجديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على اساس حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة ومن جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن اجتماع الفصائل ينعقد في ظل تطورات حيوية دوليا وإقليميا وميدانيا يمثل فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهة النظر حول السبيل الأمثل لتحقيق المصالحة الوطنية وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا شكرا إلى مصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وخلال ترأسي جلسة الحكومة أشار أشتيا إلى أهمية تشكيل لجنة المتابعة التي أهلن عنها الرئيس محمود عباس أبو مازن في أطاء أمل للحوار مشددا على ضرورة وقف الجميع وقوفهم خلف المسئولية الوطنية الشكر للشقيق مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الذي دعا له السيد الرئيس وكان مهم أن لا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار ولذلك فإن تشكيل لجنة للمتابعة يعطي بريق أمل باستمرار الحوار ونحن نرحب بذلك ونثني على ما جاء في خطاب السيد الرئيس من خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا ووجوب وقوف الجميع خلف مسئولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضال الوطني المستند إلى المقاومة الشعبية ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعينبوس وعقربة ومجد البني فاضل وفروش بيت دجن ولمغير ودكوع واريحة وبرك سليمان وبدو الكعابن وشمال شرق القدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية من جانب آخر يدين مجلس الوزراء العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة ويحمل المعتدين كامل المسؤولية عن ما جرى في المخيم أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في إيمان القيادات السياسية والحكومة بأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع وأكد مدبولي في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس في افتتاح مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة على أن الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسستها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج ويطيب لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري هم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن والداعمون للدولة المصرية في كل الأوقات ولذلك تعمل الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسستها جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج وتسعى دوما للتعرف على متتطلباتهم والعمع على حل أي مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط أبناء مصر في الخارج بالوطن الأم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشق بمصر والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج وذلك للمشاركات في مختلف منح التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات رئيس الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وختاماً وكما نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذي عقد في أغسطس الماضي أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر وفقنا الله لخدمة وطننا الحبيب وأبناء مصر بالداخل والخارج كانت فعليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج قد انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتشهد النسخة الحالية من المؤتمر حضور نحو ألف شخص من المصريين بالخارج ستين وخمسين دولة حول العالم إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الشخصيات العامة يناقش المؤتمر في نسخة الرابعة عددا من المحاور الرئيسية هي المحور الاقتصادي والاستثماري المحور السياسي والتعليمي المحور الاجتماعي والخدمي وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التوصل الدائم مع المصريين في الخارج على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية وللمزيد مشاهدين من المتابعة وفان مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسين بهذه الرسالة بالفعل انطلقت صباح اليوم فعليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد هنا بيئة القاهرة بعد ثلاثة النسخية الأكثر نجاحا وأيضا النسخة الرابعة هذه كانت مليئة بالمحاور والنقاشات والجلسات المثمرة للغاية حسب ما أعرب المشاركون في هذا المؤتمر من أبناء مصر من الخارج اليوم انطلقت فعليات هذه النسخة الرابعة وكان هناك العديد من المحاور التي تم مناقشتها خلال هذا اليوم من بينها محاور اقتصادية وهذا هو المحور الابتصادي الذي تم البدء فيه اليوم لهذا المؤتمر بالإضافة إلى محور سياسي وآخر تعليمي وخدمي واجتماعي الجلسة الأولى من هذه الفعاليات كانت عن المحور الاقتصادي وكانت هناك جلسة تحت عنوان أداء الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار هذا بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الأخرى كالمحور السياسي وأيضا كان هناك جلسة بعنوان الحياة السياسية في مصر ودور المصريين بالخارج هناك أيضا العديد من الجلسات التي شارك فيها الكثير والعديد من أبناء مصر من الخارج والمسؤولين أيضا سواء من أبناء الجاليات المصرية من الخارج أو من المصر وإذا تحدثنا عن المحور التعليمي كان هناك أيضا جلسة عن أبناؤنا في الخارج والطلاب العائدون من مناطق الصراع تم فيها أيضا مناقشة ماذا قدمت مصر لأبنائنا من المناطق التي شهدت صراعا خاصة من أبنائنا الطلاب كان هناك أيضا المحور الخدمي وكالقدمات الكنسولية التي تقدمها الكنسوليات المصرية في شتى دول العالم بالإضافة إلى المحور الاجتماعي وكان هناك أيضا جلسة بعنوان الحمال الاجتماعية والتأمينية ودور تطبيق المصريين بالخارج كل هذه الجلسات شارك فيها العديد والكثير من المصريين الذين أعربوا عن سعداتهم البالغة لمشاركتهم في النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج وأنهم كانوا حرسين للغاية على المشاركة في هذه الفعاليات والمشاركة أيضا بأرائهم وتوصياتهم وأمالهم وطموحاتهم في هذا المنتد أو هذا المؤتمر في نسخة الرابعة وأيضا أعربوا عن سعداتهم الكبيرة للتطور الكبير التي شهدته البلاد في الفترة الماضية وبالتالي نتحدث عن نسخة رابعة الأكثر نجاحا ما بين النسخة الأربعة التي أقيمت على مدار السنوات الماضية ما زالت الفعاليات مستمرة هنا في القاهرة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج أعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر الغد السلساء في المحافظة المختلفة وذلك بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول نشر المجلس خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية في إطار تعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصرح مجلس الوزراء أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق ما بين وزارتي الكهرباء والبترول تشمل 24 محافظة من محافظة الجمهورية مضيفا أن اللجنة أكدت أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية ترجمة نانسي قنقر اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر أضف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر للألعاب الأولمبية أضف أن المدينة تسهم في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية وهو ما يتطلب الاستعداد جيدا لإدارتها وتشغيلها وفق أهل المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المنشآت الرياضية قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي قال إن نسبة النجاح هذا العام في شهادة الثانوية العامة بلغت 78.8% ارتفاعا عن نسبة البالغة 74.5% العام الماضي وخلال مؤتبر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة استعرض الوزير الإحصاءات أو الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة مشيرا إلى أنه لم يحصل أي طالب على درجة 100 في المئة نسبة النجاح للبنون 80.6% والبنات 77.4% والإجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8% في المئة الحياة الجدولة اللي شايفينه حضراتك وأمامكه هو بيعكس مستويات النسبة المئوية للنجاح عبر السنوات المختلفة لو خدنا العام الماضي كانت 74.5% هذا العام اللي هو 22.23% 78.8% يعني أفضل كثير يعني بمعدل 5% تقريبا عن العام الماضي هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءة مع عدد من الطلاب من أوائل السنويات العامة بالمحافظات حيث أهرب الطلاب عن شكرهم لدعم أولياء أمورهم كما أشادوا بالمنظومة التعليمية في مصر كنت دايما بحاول في مذاكرتي يعني طول اليوم بحاول أخصص جزء نفسي وأخلصه على آخر اليوم دعم أهلي وزميلي ومدرسيني كان بالنسبة لي دافع كبير طول السنة كنت بذكر يعني الجزء اللي أنا أخدته كشرح مثلا في الدرس في اليوم أحاول أن أنا أروح أخلصه كله وكنت بقسم وقتي اللي هو على حسب كل مادة لأنه مش كل مادة طبعا بتاخد نفس الوقت في المذاكر فكنت بكل مادة بخصص لها وقت معين على قد ما تاخد يعني والحمد لله ربنا كرمني الحمد لله يا عم مكنتش بتوقع الجمهورية كنت بتوقع المدرسة بس الوزير اتصل على ماما الحمد لله وبعدين قم كلهم قالوا لي الحمد لله مكنتش بسدقة في الأول بس بعد شوية استوعبت بقى ولت الحمد لله وسقعت شكر بحبهم جدا الحمد لله ورفوا جنبي كتير جدا هم لو موقفش جنبي كان ممكن يحصل حاجة تانية خالص بقى كنت في آخر شهرين في حصل دروب فهما لو مكنش تجاوني كده وتوفير ربنا طبعا الحمد لله رحلتنا في استيم كانت كويسة جدا واستفدنا منها تجارب كتير ورهيبة وبانت شخصيتي لأنا متأكد نهما كانتش هتتبني في أي مكان تاني وبأي مجهود تاني فطبعا نشكر الله أولا ثم نشكر القائمين على العمل الجميل ده واللي أدخل أصلا المدرسة في النصام المصري والحمد لله أنه أنا هشكر طبعا والدي والدتي وإخواتي أن هما دعموني ماديا ومعنويا وفجانبي في كل حاجة وما كانواش بيبخالوا علي بأي حاجة بتعب وصهر وكل حاجة وكانوا بيوفروا لي كل سبل الراحة الحمد لله الحمد لله اللي وفقنا أننا نوصل للبوينت دي حاجة أنا ما كنتش أتخيلها من أول السنة ولا حتى بعد الامتحانات نحمده سبحانه وتعالى ونشكره طبعا أحب أشكر ناس كتير على رأسهم طبعا والدي والدتي الله ربنا يخليهم ويبرك في عمرهم الحمد لله ربنا وهبني أب وأم قادرين أن هما هيأولي الجو المناسب لنا زاكريا الحمد لله ما كانش فيه أي ضغط من ناحيتهم عادة السنة كانت زايل فودا الحمد لله بوجودهم حواليا أحب أشكر أخواتي والمدرسين أدنت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابية الذي وقع أمس شمال غربي باكستان أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا في بيان صادر عن وزارة الخارجية جددت مصر موقفها الثابت نحو رفضها القاطع لكافة أشكال العنف مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التطرف والإرهاب وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الشقيقة في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعوته اتخذ السلطات السويدية والدنماركية إجراءات على المستوى الرسمي لمنع تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف وأهرب عن خيبة أماله من عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد حتى الآن جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية المنظمة لبحث تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك وأوصل أمين العام الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ الإجراءات السيادية التي تراها مناسبة في علاقتها مع السويد والدنمارك من أجل التعبير عن رفضها للموقف الذي اتخذته السلطات المعنية في البلدين إذا تكرار الإساءة لحرمة المصحف الشريف والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال التي قد تولد تدعيات خطيرة إلى ذلك أعرب وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسون عن أمله في أن يسهم مقترح الحكومة للحد من حوادث حرق المصحف في البلاد في تهدئة التصعيد الدولي من عدول الإسلامية كانت الدنمارك والسويد قد شهدت عدة احتجاجات في الأسبوع الماضية أحرقت أو دنست خلالها نسخ من المصحف ما أثرى الردود فعل غاضبة في أدول الإسلامية التي طالبت حكومات دول شمال أوروبا بوضع حد لهذا الأمر مشاهدين قولة السادسة الإخبارية لا تزال مستمرة وتتابعون فيها وزير الدفاع الروسي يؤكد استهداف قواته للمنشآت العسكرية الأوكرانية ويتهم كياف باستهداف المناطق المدنية بدعم الغربي في الملاف الروسي الأوكرانية وصف الكرام للمحاولات أوكرانيا لشن هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية بالأفعال اليائسة وأشار المتحدث باسم الكريملين ديماتري بيسكوف إلى أن هجمات أوكرانيا مثيرة للإشمئزاز بحسب تعبيره لافتا إلى أن موسكو ستستمر في محاربتها مؤكدا أنه لا يتعين على نظام أوكرانيا التحدث عن أي نجاحات عسكرية في مواجهة قوات روسيا إلى ذلك قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن جيش الروسي زاد من حدة الهجمات على المنشآت العسكرية الأوكرانية أضف شويجو خلال مؤتمر مع الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية فقدت ما يقرب من 21 ألف جندي في يوليو الياري موضحة أن النظام كياف بدعم من الرعاة الغربيين ركز على تنفيذ هجمات على البنية التحتية المدنية في مدن وبلدات روسيا على خلفية ما يسمى بالهجوم المضاد ركز نظام كياف بدعم من الرعاة الغربيين على تنفيذ هجمات على البنية التحتية المدنية في مدن وبلدات روسيا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن تم اتخاذ تدبير إضافية لزيادة الحماية ضد الهجمات الجوية والبحرية لقد ضعفنا من استهدافنا للمنشأة العسكرية الأوكرانية بما في ذلك تلك التي تدعم هذه الهجمات بشكل كبير إلى ذلك قتل شخصان على الأقل جراء قصف صاروخي روسي طال مبنى سكني في مدينة كريفيراج في وسط أوكرانيا وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو قال أن روسيا استهدفت المدينة بصاروخين دمر أحدهما أجزاء من المبنى السكني في حين أصاب الثاني مبنى تعليمي مشيرا إلى أن القصف أدى إلى إصابة عشرين شخصا حتى الآن ووفاة اثنين فيما لا يزال أشخاص تحت الأنقاض قال الجيش الروسي إنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف موسكو وأوضح الجيش الروسي أن قصفا بمسيرات ألحق أدرارا بمبنى شاهق في العاصمة موسكو يضم مكاتب حكومية قتال عنيف بين الجيشين الروسي والأوكراني شهدته مناطقه في شمال شرق أوكرانيا وتحديدا حول مدينتي كوبيانسك وليمان في يوم وصفه الرئيس الأوكراني بأنه يوم قتال قوي وجيد نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار أكدت أن القوات الروسية تحاول طرد القوات الأوكرانية من مواقع استعدتها مؤخرا مع تكبدها خسائر لا تقل عما تكبدته خلال المعارك المحتدمة في بخموت التي سقطت في أيدي القوات الروسية بعد قتال دام أكثر من عشرة أشهر الرئيس الأوكراني أكد أن قواته حققت مكاسب ميدانية لا سيما بالقرب من بخموت حيث تؤكد القوات الأوكرانية أنها تستعيد السيطرة على الأراضي التي فقدتها عندما استولت القوات الروسية على المدينة في مايو الماضي في المقابل شنت القوات الروسية أحدث هجوم في سلسلة الهجمات الجوية الليلية حيث قصفت مبنى غير سكني في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد وتسبب القصف في اندلاع حريق دون وقوع إصابات الهجوم المضاد لأوكرانيا أصبح يعتمد بشكل كبير على هجمات الطائرات المسيرة التي تستطيع اختراق الحدود بصورة مباغتة وهو ما دفع الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي إلى التأكيد أن الحرب تعود تدريجيا إلى الأراضي الروسية من جنب آخر اتعمت كييف القوات الروسية بتدمير كميات كبيرة من محاصيل الحبوب خلال ضرباتها الجوية وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل الحبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري في غضون تسعة أيام خلال الشهر الجاري من جهته أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليفا أعلن أن أوكرانيا اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام موانيها لتصدير الحبوب الأوكرانية هذا وشنت روسيا ضربات قوية على البنية التحتية في البواني الأوكرانية عدة مرات بعد انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان من جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين قراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بلغ 748 ضحية بينهم 143 قتيلة و605 قرحة ذلك خلال شهر يوليو ألغاري أضف مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين بلغ حوالي 26.015 شخصا من بينهم 9.369 قتيلة إضافة إلى 16.646 جريحة وذلك منذ بداية العمليات الروسية في الـ 24 من فبراير من العام الماضي حضر نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قوستانتين كوستشاتشوف من تصعيد للأزمة الأوكرانية خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في عام 2024 وقال المسؤول الروسي أن واشنطن لن تتردد في تسخير السياسة الخارجية لخدمة ما وصفها بأسرعات الحزبية محذرا من لجوء أطراف إلى زيادة التصعيد على المسار الأوكراني من أجل الحصول على أصوات إضافية في الانتخابات على حد تعبيره ترجمة نانسي قنقر بحسامي لف الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجية وذلك لضمان أمني وازدهار العراق وتقوية العلاقات بين الجانبين ربط الكهربائي سواء ربط الكهربائي عن طريق الشبكة الخليجية أو ربط الكهربائي المباشر مع الجارة السعودية المملكة العربية السعودية كان محورا أساسيا في نقاشنا ونتمنى أن نصل إلى المراحل النهائية بالنسبة لهذا الربط وخاصة الربط الكهربائي من خلال الشبكة الخليجية والتي تمر من دولة الكويت إلى البصرة هناك خطط خليجية للتمجي الاقتصادي عديدة ونحن نأمل أن نشرك الأشقاء في العراق في بعض منها وأن يستفيد منها الأشقاء في العراق كافة الدول الخليجية لديها خطط وطنية اقتصادية تنموية طموحة تستطيع من خلالها أن تنمي نفسها وأن تطور من اقتصادها وأن تنوع من اقتصادها ونحن أيضا نتأمل أن يكون للأشقاء في العراق دور في هذا المجال تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بمنح مئات من ترخيص النفط والغاز الجديد في بحر الشمال في إطار حملة المملكة المتحدة نحو الاستقلال في مجال الطاقة وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه من الضروري تعزيز أمن الطاقة في البلاد في أعقاب أزمة الطاقة العالمية لفتا إلى مدى الاستفادة من استقلال بلاده في مجال الطاقة لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للمنازل والشركات البريطانية كما تم الاتفاق مع السلطة الانتقالية لبحر الشمال على الالتزام المشترك لإجراء جولات الترخيص في المستقبل أظهرت بيانات رسمية صينية انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في يوليو فيما أصدرت السلطات تدبير جديدة بهدف إنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالمي وبلغ مؤشر مدراء مبيعات التصنية وهو مقياس رئيسي 49.3 نقطة أي دون عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النموي والانكماش وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطئ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19 بسبب ضعف إنفاق المستهلكين بشكل خاص أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المؤسسة قد ترفع سعر الفائدة مجددا أو تعلق زيادتها في اجتماعها المقبل ورفع البنك المركزي لدول العشرين التي تستخدم اليورو تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي الأسبوع الماضي في خضم سعيه لكبحة ضخم المرتفع وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير رفع سعر الفائدة على انزلاق منطقة اليورو لمزيد من الركود رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اعطاء أي ملامح عن خطة التعامل المستقبلية مع سعر الفائدة لاغارد أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل في الرابع عشر من سبتمبر مشددة على ضرورة أن يعود التضخم بشكل دائم إلى الهدف المحدد وطبط التضخم في منطقة اليورو لكنه ظل عند خمسة ونصف في المائة في يونيو ليبقى أعلى بكثير من الهدف البالغ اثنين في المائة الذي حدده البنك المركزي ورفع البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم اليورو تكاليف الاقتراض للمرة التاسعة على التوالي الخميسة الماضي في خضم سعيه لكبح التضخم الذي سجل مستويات قياسية لم تحدث منذ عقود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على جانب آخر ذكر البنك المركزي الأوروبي أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني في فرنسا وإسبانيا الصادرة نهاية الأسبوع الماضي كانت مشجعة للغاية حيث نمى الاقتصادان الفرنسي والإسباني على السواء أكثر من المتوقع في المقابل يعيني الاقتصاد الألماني وهو الأكبر في أوروبا من الركود مع فشل عدد من القطاعات في زيادة إنتاجها وفي مقدمتها قطاع الصناعة والبناء أكد رئيس وزراء نايجر أن العقوبات على بلده ستسبب ضررا شديدا داعيا إلى إيجاد حل للوضع الراهن في البلاد وقال رئيس وزراء نايجر أن بلاده تعد دولة لن تكون قادرة على مقاومة هذا النوع من العقوبات مؤشرا إلى أنها ستكون بمثابة كارثة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد وصفه حمل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل حمل القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في نايجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية وأشار بوريل إلى أن الاتحاد سيدعم وبسرعة وبحزم قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس التي قررت تعليق كل المبادرات التجارية والمالية مع النيجر أكد المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في نايجر أن الحكومة أعطت فرنسا تفويضا لتنفيذ درباتنا على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم قال المتحدث باسم المجلس أمادو عبد الرحمن أن وزير الخارجية حسومي مسعودو القائم بأعمال رئيس الوزراء وقع التفويد كان المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة بعد احتجاز بازوم في القصر الرئاسي قد حذر من أي محاولة خارجية لتحريره مشددا على أنها ستؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى إلى ذلك أعلنت ألمانيا تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي لنيجر ذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد محمد بازوم من جاهته أوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حاليا في النيجر وانصحابها العسكري من الجارة المالي لفتا إلى أن المسؤولين في النيجر تعهدوا بالالتزام بالاتفاقية الدولية لكنه أضاف أن هذا لم يتأكد بعد توجه وزير الخارجية البريطانية جامساك لافرلي إلى غانا ضمن جولة إفريقية تشمل سلسة دول في زيارة تستغرق أربعة أيام لتعزيز الشركات التي تركز على المستقبل وذات المنفعة المتبادلة أوضح كذلك أن هناك الكثير من الإمكانات لنمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا معبرا عن تطلعه مع قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي ستصدفها لندن في أبريل من العام القادم إلى تعزيز روابط أعمالهم ومن المقرر أن يتوجه كلافرلي إلى نايجيريا غدا وذلك قبل أن يختتم زيارته في زامبيا يوم الخميس القادم حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندلاين من أن أوروبا لن تتسامح مع العدوان في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي وأكدت فوندلاين العتراف الاتحاد الأوروبي بقرار التحكيم الصادري في العام 2016 الذي أبطل مطالبات الصين الموسعة في بحر الصين الجنوبية المتنازع عليها مضيفة أن أوروبا دعت الصين باستمرار إلى احترام الحقوق السيادية للدول داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة لقد دعت أوروبا الصين باستمرار إلى احترام الحقوق السيادية للدول داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة إن استعراض السيد للقوى العسكرية في بحر الصين الجنوبي والشرقي وفي مضيق تايوان يؤثر بشكل مباشر على الفلبين والشراقاء الآخرين في المنطقة ولها تداعيات عالمية أصدرت سلطات الصينية أهل مستوى انذار من فيضانات وانزلقات في العاصمة بيكين يأتي ذلك فيما لقي شخصان حتفهما بعدما سجلت بيكين أهل مستوى له طول الأمطار تشهده البلاد هذا العام مع مرور بقايا الآثار داكسري عبر المدينة كما أكبرت الأمطار أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة حذرت السلطات اليابانية مواطنيها من اقتراب أعصار كبير من محافظة أوكيناوا في جنوب اليابان من المتوقع أن يستمر حتى بعد غد الأربعة وفي ظل هطول أمطار غزيرة طلبت وكالة الأرصاد الجوية من المواطنين في أوكيناوا أن يظلوا يقضين ضد الانهيارات الطنية والفيضانات كما دعتم إلى البقاء في الداخل إلا في حالة الطوارئ وأدى الإعصار خانون بالفعل إلى إلغاء رحلات الجوية المغادرة والقادمة من أوكيناوا لقي شخص حتفه وأصيب ما يقرب من 24 آخرين في حدث إطلاق نار في حفلة بشارع مونسي في ولاية إنديانا الأمريكية وذكرت صحيفة ذاهل الأمريكية أن ضابطا من عدة وكالات أمريكية قاموا هؤلاء الضباط بتأمين مصرح الجريمة وجمع الأدلة بينما علج الأطباء والممردات الجرحة من الإصابات المختلفة ترجمة نانسي قنقر نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية شاملة مجانية إلى قرية أم عزام بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة أقامت القافلة بالكشف الطبي على 850 مواطنا مع صرف الأدوية بالمجان لأهل القرية كما تضمنت القافلة مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان بالإضافة إلى ندوات تفقفية وصحية صحية دين قافلتين طبيتين قافلة الأولى قافلة علاجية فيها كل التخصصات وبها سيدلية متكاملة بها أكثر من 120 صنف يتم توزحهم بالمجان على المواطنين وأيضا هناك قافلة طبية بيطرية تخدم كل أهالي مركز ومدينة القصصين والقافلة الطبية التي تضم كل التخصصات وبها الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم توزحها على المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية باست المجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة والمستشفىات الجمعية مشاهدين أخبار الأمال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الوقفات الاقتصادية وقفة اقتصادية مع مردى وليد شكرا لكم آهبة ورجائي والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له أن مصر قد استطعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الأفريقية وأضاف تحليل المركز أن وجود منطقة تجارة الحرة القرية الأفريقية يعني قدرة القارة على خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الأفريقي وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض تعرفات الجمركية على 90% من البضاء المتداولة قام وزير البترولا طرق المولة بجولة ميدانية لمشروعات توسعات مصفات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترولا بدور بالأسكندرية وافتتح خلالها التشغيل التجربية للمرحلة ثالثة من المشروع ويشمل المشروع مجمع التقطير الجوي والتفريغي ومشروع معالجة السولار بالهايدروجين ومشروع إنتاج الهايدروجين ووحدة معالجة المياه الحمضية ووحدة مياه التبريد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جمعي لدى إغلاق تعاملات مضعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع وربح رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو مليار جنيه لينهي تعاملات عند مستوى 101.190 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو ملياري جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي أكسا 30 بنسبة تقدر بـ 24 من مئة بالمئة ليبلغ مستوى 17.595 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط إي جي أكسا 70 بنسبة تقدر بـ 37 من مئة بالمئة ليبلغ مستوى 3530 نقطة وشملت لارتفع مؤشر إي جي أكس 100 الأوسع نتاقا والذي أضف نحو 49 من مئة بالمئة ليبلغ مستوى 5217 نقطة وصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطؤه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري وبحسب الأرقام المعلنة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية فسجل الناتج المحلية الإجمالية نموا بمعدل بلغ 1.1% على أساس سنويا وهو أدنى معدل نمو فصلية منذ الربع الثاني من عام 2021 وذلك على خلفية طابات الأنشطة النفطية طلب حكم مصرف لبنان المركزي اللبناني المؤقت الجديد وسيم منصوري حكومة بلادها التي تواجه أزمة بضرورة إجراء إصلاحات المالية وأكد منصوري الذي سيتونى غدا قيادة البنك أن المصرف سيبدأ حوارا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف موجب القانون أن يتولى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم يوم غد وبالتالي من سيوقع على الصرف أو سيرفضه سيكون هذا الأمر مناطفيني أنا أبأكد لكم أمر لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم رجائي وهيبة شكرا تنظم وزارة الشباب والرياضة احتفالية شباب مصر بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة خمسة ألاف شاب وفتاة من جميع المحافظات ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل لك محمود تحياتي لكم رجائي وهيبة ولكل أسادة المشاهدين بالفعل نحن نتواجد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة نتابع معكم هذه الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتي تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الوزارة لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية المختلفة وأيضا في المشاركة في بناء المجتمع هذا المكان الذي تتم فيه هذه الاحتفالية هي ساحة الشعب أحد أهم المميزات والأماكن الترفيهية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستضيف مثل هذه الحفلات فنحن نتحدث عن ساحة الشعب التي تتميز بوجود مسرحين مكشوفين وأيضا بساعة الأكثر من ستة ألاف مقعت نتحدث اليوم عن وجود أكثر من خمسة ألاف شاب وفتاة من مختلف المحافظات جاءوا إلى ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة ترى من خلف الآن التجهيزات النهائية لبدء هذا الحفل بعد قليل بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين والمحافظين أيضا وعدد كبير من شباب وزارة الشباب والرياضة اليوم سيكون هناك عدد كبير من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية المختلفة والذي سيقدم هذه الفقرات هم شباب وزارة الشباب والرياضة من خلال أوركستر الشباب والرياضة وأيضا برنامج الطلائع وكل البرامج الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وسيكون أيضا هناك حفل فني لألفنان محمود العسيل في نهاية هذا الحفل وأيضا سيكون هناك الإعلان عن إطلاق مبادرة صيف شبابنا هذه المبادرة التي تدعو وتشجع الشباب على المشاركة في كل الأنشطة الرياضية والثقافية المتنوعة خلال فصل الصيف من خلال كل الإدارات المختلفة داخل وزارة الشباب والرياضة سيكون أيضا من بعض الفقرات الحديث على الإنجازات التي قدمتها وأنجزتها الدولة المصرية خاصة في هذا المكان وهو الذي يدل على الجمهورية الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة فكل هذه الأحلام وكل هذه المشروعات لخدمة هذا الجيل وتنفيذا أيضا لرؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتمكين الشباب ودعمهم أيضا ووجودهم في مختلف البرامج وأيضا الأماكن المختلفة داخل الدولة أيضا نتحدث عن سيكون هناك بعض الفقرات أيضا الخاصة عن النماذج الشبابية الناجحة التي تخرجت من بعض البرامج والمسابقات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والآن يعني يشغلون بعض المناصب القيادية وبعض المناصب الهامة فهذه نماذج ناجحة سيكون لها أيضا كلمة خلال هذه الاحتفالية اليوم نرى من أمامي الآن عدد كبير من الشباب الذين بدأوا في التوافد إلى ساحة الشعب هنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة لأننا نتحدث عن مساحة كبيرة لهذا المكان وأيضا من خلف المسرح الذي سيستضيف كل الفرق المختلفة لقامة احتفالية كبيرة احتفالا بالإنجازات التي تتم واحتفاءا أيضا بالشباب ودعمهم وسنتابع معكم بالتأكيد كل الفقرات الخاصة بهذا الحفل عودة إليكم مرة الأخرى من صحة الشعب العاصمة الإدارية اليديدة كنت معنا محمود جميل مراسل للتلفزيون المصرية شكرك شكرا جزيلا مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عالم الرئيس السيسي يوجه بمواصلة إنهاء ممارسات الافتلاء على أراضي الدولة ويشدد على ضرورة منع المزيد من التعديد تنسيق مصري فلسطيني بشأن عادة أحياء عملية السلام وتشديد رئاسي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة منظمة تعاون الإسلامية تبحث في اجتماع استثنائي تكرار حوادث حرق المصحف الشريف في كل من أسويد والدنمارك نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري في ثمام التاسعة تلتقون بجولة إخبارية جديدة إلى الملتقى اشتركوا في القناة